بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة في قدام النبي صلى الله عليه وسلم من نظم أعلامة شهاب الدين أحمد بن خرير الشهير بابن اللبودي وبابن عرار المتوفى سنة 896 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن رمت أسماء لقوم خدموا خير الورابخ لهم قد نعيموا فأنس مع عقبة بن عامري ذو مخمر بلال مع مهاجري هند وأسماء هم ابن حارثة سعد فتى الصديق في المحادثة وأيمن بن أم أيمن أتى مع ابن مسعود فخذه يا فتى وسابق وأسلع وأربد بكير ليثي كذا كالأسود جزء هو ابن الحدرجان قد ورد سلمى ربيعة بن كعب سرد قيس بن سعد بعده ثعلبة كذا نعيم مع شريك أثبت وسالم وقيله بوس المأرع النبي فاصنع لذاك فهما كذا أبو السمحي أبو ذر ذكر فيهم كذا أبو عبيد قد سطر أبو سلام مع أبي الحمرا فقل كذا غلام لم يسمى يا رجل ثم النساء الخادمات بغيتي ميمونة صفية مع خولتي وأمت الله كذا مع خضره رزينة سلمحفظ يا مهر ماريات هم اثنتان فاعتني وأم عيش مع أم أيمن وغير واحد لبعض من ذكر هنا من الخدام حقا واستطر أخرجهم منهم وعنهم قد عادل وفي الموالي أدخلوا كما نقل اللهم صلي وسلم وبرك على النبي محمد بعدد خلقك ورضى نفسك وزهة عرشك ومدى كامتك إلهي نجيمك لضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وعهب لي في المدينة المستقر ونزق ثم دفن في البقية وفي الولدي ولمشايخ المسيبين موسيقى